تعلمنا سابقاً أنه عندما لا نحتاج لإجابة دقيقة فإننا نقدرها عن طريق التقريب كما تعرفنا أيضاً على طريقة جمع الأعداد من رقمين أو ثلاثة وطريقة طرحه كما يظهر في هذا الدرس سنتعرف على تقدير ناتج الجمع عن طريق التقريب للمنزلة المطلوبة في السؤال كما يظهر في هذا المثال قربنا العدد 119 لأقرب 10 ليكون العدد هو 120 كما قربنا العدد 67 لأقرب 10 ليكون 70 ثم جمعنا الأعداد بعد التقريب للحصول على ناتج تقدير الجمع في هذا المثال المطلوب التقريب لأقرب 100 فقربنا العدد 2346 ليكون بعد التقريب 2300 وأيضاً قربنا العدد 637 ليكون بعد التقريب 600 ثم نفذنا عملية الجمع بنفس الطريقة السابقة نطبقها على تقدير الطرح كما يظهر في هذا المثال نقرب لأقرب 10 فيصبح العدد 7542 بعد التقريب 7540 والعدد 3225 بعد التقريب 3230 ثم ننفذ عملية الطرح نأخذ مثالاً من حياتنا في عام 1319 دخل الملك عبد العزيز رحمه الله إلى الرياض وبتطبيق ما تعلمناه في درسنا يكون تقريباً مضى على دخوله 120 سنة يعلمنا هذا الدرس كيفية تقدير المجموع وتقدير الفرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر